قابت قوسين أو أدنى من أسبوعها الثالث ولزالت الحرب على غزة تقتات على كل ما يقع تحت نيران الأسلحة الإسرائيلية من بشر وشجر وحجر عدد الضحايا تجاوز أربعة آلاف شخص أكثر من ثلثهم من الأطفال والنساء وأكثر من ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أما الجرحى فتعجز الإحصاءات عن متابعة حصر أعدادهم في ظل إصابة العشرات على مدار الساعة لكنهم تجاوزوا الاثني عشر ألفا غليان شعبي في البلدان العربية والإسلامية وحتى العالمية وصلوات تدعو إلى التهدئة وإدخال المساعدات الإغاثية إلى المدنيين في القطاع يقابلها تعنت إسرائيلي بالتصعيد حتى القضاء على آخر عنصر من حماس رغم تصاعد حدة الخلافات داخل البيت الإسرائيلي من الحرب على غزة بين مؤيد لاستمرارها وداع لإيقافها وسط مخاوف من اتساع دائرة الحرب ما قد يدخل المنطقة في أتون حرب لن يسلم من لضاها أحد سيما بعد فشل وساطات عربية ودولية رامية إلى التهدئة الوضع الإنساني في غزة حسب منظمات إنسانية دولية أخطر من خطير وهو ما تؤكده زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى معبر رفح من الجانب المصري بالتزامن مع تنفيذ اتفاق دخول المساعدات إلى غزة ويظل الأمل بأن يصدح صوت الدبلوماسية الدولية عالياً ليضغي سدوية القصف السائد على كل الأصوات الداعية إلى التهدئة